موسيقى 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 واليوم يحسن لنا الشرف أننا كانت توجدوا اليوم هذه المعلامة الرياضية التاريخية الملعب العربي الزولي في حلة جديدة لا من ناحية العشب ولا من ناحية الحلبة المطاطية وتجهزات تابعة الحلبة المطاطية فالفكرة هذه 6 شهر تقريبا كانت البادرة من طرف السيد عملت مقاطعات عين سبع الحيل محمدي التمويل كان مجلس العملاء والإشراف التقني شركة التنشيط والتظاهرات كزايفنت فاليوم احنا جد مسرورين كعصبة الدربدة لأن منطقات الحيل محمدية زاخرة بشباب وغادي تكون واحد منبع جديد حيل محمد يعني سبع بالفعل وكذلك بعد العمالات المجاورة اللي عندنا عنديها لرأي دفع العب القيوة اللي غا تستبد من هاد من هاد الملعب كما تتعرفوه السيد والدين بأنه الدرب دفع حاجة ماسة مثل هاد البينيات تحتها في حين كتعرفوه بأن لا كزابلوكيس باقي الإغلاق ديالها تهيئة ديالها جديدة من عبد البورغون ربما نفكروا السنة المقبلة أنه تكون تهيئة ديال الحالبة المطاطية لأنها تجاوزت خمسة عشر سنة وكي بقنا من عبد المولارشيد فأولا هنيئا العمالة هنيئا المقاطعة ديال العين سبع الحيل محمدي عين سبع وبالخصوص عملت مقاطعة عين سبع اللي شرف عليها حسان بن عمر وبالمناسبة هو وعد سابق لنادي الرجاء الرياضي كان عنده تخصص الرمي وساهم معنا كبير وكثير جدا فباش تكون هاد الحالبة متواجدة سيد العامل وكنقول السيد رئيس المقاطعة ومزيس العمل فأنا كشكروا للرجال جلود خفاء اللي تكونوا تومالي اللي تكونوا سارين والناس ديال المركاب وكذلك فريق اختحاد الرياضي لبمناسبة كان هنا وعلى التتويج دياله ديال كأس العرش ونتم نوري ان اولقوا صحبة الفورق النخبة ان شاء الله القريب هذه الحالبة هي هي كما قلنا المتخصصة للشباب اولا الاندية المنضوية تحت رواء الجامعة بالاضافة ندير شاركة مع التعليم والشباب والرياضة لانه بغناء يكون عددنا عدد كثير لان الغاية والهدف الاسماء البناء ديال الحالبة المتطيئة بتوجي هذه السيد العمل وهو انه يجب الخيرات الساكنة لا ديال العين السبع ولا ديال الحين المحمدي على اساس انهم ينخرطوا في الممارسة الرياضية العموم وبالخصوص في ممارسة العب القوى وهي بقى كتعطي غير والاسف الاسف اه ناس خورين باشي فهموا بانه الدربة تبقى زاوية ارى ارى الاستمرار ذي النتائج وهذا هي كتجي بعد المرات بالامكانية التقنية فواحد سبعين في المياه وكذلك البركة مني كنقوله البركة فالحاج نستدركو مني كنقوله العربي الزاولين نذكرو المرحوم الحاج محمد ندير لي اه جابج ميداليات للمغرب اه في بطولة اولمبية بالبركة وبإمكانيات جد 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 ضائلة مقارنتها مع الإمكانيات المتوفرة اليوم للجامعة فالدربة ده كانت عندنا سيب ميدالية دهبية الاولاهية ديال البطلة ديالنا الناويل المتوكي هذا هو الهدف اللي كنا نجدوه منذ واحد سنوات هو انه بمعنى الضربدة فيها ساكين كثيرة وفيها شباب فيها واحد واحد فيها كبيرة من الشباب الناشئين فكنا نقول لبيبان على اساس يكون عندنا مركز جاوي تعذر علينا لانه مكانش عندنا عرض عقار مشكلة العقار في الضربدة ولكن عندنا ملاعب بحل تيسيماء بحل الزاوليها والحمد لله اليوم وصلنا للحلبة حل عين حرودة اه الولفة كذلك كن اه اتهيئة ديالك كنك نقلبوا على انه تكون عندنا بنيات تحتها اللي غتخلي نستقطبوا عدد كبير من الشباب ولماذا يكونوا ارجعوا الامجاد ديال ديال الدربدة خاصة اه لانك كنعرف السينورتدين بانه كان عندنا تلوتين ديال المنتخب الوطني في العدو الريفي من الدربدة لان اليوم كل شي كيتبنى مبقاش عندنا مطافات ولا صعيب انك تلقى مطاف التداريب العدو الريفي فالمسائل التقنية انه المسابقات التقنية اه عندنا ابطل اه غير نذكر بطل ديال الرجال اللي عنده خمسة واربعين ثانية لما تحقق منذ خمسة وعشرين ان شاءنا فهو من الرجاء ومن الدربدة وكي تدرف ظروف قاسية جدا ومع ذلك كن ابطل خراين ديال يونشتوي يونشتوي الخريج ديال المدرسة العليا الاسعيدة ومع ذلك ما شاء الله انه احقق خمسة واربعين ثانية وواحد وسبعين جزمين المائة ورقم جيد تقربوا لتأهيل العلاء والمبيح نحن محضوضين لانها التارتو هذا هذا شركة كبيرة شركة مون्دو واحد غلاف مالي تيتزاوز ستة المليون ونص ديال درام وهي جدا مهم كننا كننا كنتظروا ثمنية ديال الكوروار وكلما لاثف لذروف تقنية لا ما نشرحوها اه تعدر ولكن تستدير الكوروار يمكن لي نديروا ملتقى دولي لانا عدنا الالاكس هنا يمكننا نديره واحد البرفارة واليكلي يشوف مو داكش هدا ونعود مرة اخرى نشكر الناس على جميع الشركاء اللي وقفوا على هاد المعلامة هدي اللي غادي تكون هاد هذا القفز الطولي وكذلك جميع جميع المرافق كينا لا بيرش لا الصوتر كذلك القفز بالنسبة الرميل الجولة ولا رميل القرص ولا رميل الربح جميع المرافق والجهيزات اللي كنتظروا هو انه يكون عدنا شارك اخر على اساس نجهزوا هاد الملعب باش النفتات تحول ان شاء الله بواحد الملتقى ديكون ملتقى وطني كبير اللي غادي يحضروا معناه بابطال الولمبيين وابطال العالميين باش انه يديروا حد دفعة المدينة الدربدة باش انه تستمر في العطاء المقبل ان شاء الله كلمة اخرى ذي اولا كنشكر الاداعة دينا اللي كتوكبنا دي من في جميع المحافل الرياضية والبرنامج دينا اه كان نجه نداء كذلك السادة العمال دي العملات انه لا بل يمشي ملعب ولا بل يمشي عقار بحال هذا اننا نستفدو منه وهاتش كل شي للمصلحة دي الوليدات دينا مصلحة دي الشباب دينا على اساس انه اولا اه احتفظ في اطار هذه الجائحة هذه القورونا فالقنا بان المناعة والجسم السليم كي يقاوم مثل هذه الفيروسات فاننا الهدف دينا هو انه لخرجوا الساكنة والخرجوا الشباب خاصة الشباب في الممارسة الرياضية جميع الرياضات باش القوة واحد المجتمع سليم ومجتمع ناشط ان شاء الله موسيقى